ما أوردنا في العنوين إسلامة اليوم شركة الوطنية للنقل بالسيكك الحديدية أول قطار جديد الخطوطية الطويلة من نوع كوراديا من مجموعة 17 قطارا من تصميم وتصنيع المجمع الفرنسي ألستام العملية التجارية لإنزال القطار كوراديا تمت على مستوى الرصيف الخاص لشركة ميناء الجزائر حيث من المزمع إجراء تجارب دون مسافرين طيلة شهر فبراير على أن يدخل الخدمة مطلع مارس المقبل قطار كوراديا تبلغ سرعته القصوى 160 كم في الساعة بقدرة استيعاب تفوق 250 مسافرا ويدمن خدمات نوعية للزبائن قطار كوراديا تبلغ سرعته قطار كوراديا تبلغ سرعته